خلانا نروح دلوقتي لموجز لمؤخر الأنباء بصحبة زميلة ندينة شرفت شكرا لك مصطفى أهت ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أقدت في العاصمة الفرنسية فاريس محادثات بين مدير وكارة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل لبحث اتفاق هدنة في قطاع غزة وعلن مكتب رئيس الوزارة الإسرائيلي أن اجتماع باريس كان بناء مشيرا في الوقت نفسي إلى أنه لا يزال ثمت خلافات يتعين على الأطراف المعنيين مواصلة بحثها خلال هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى وفيما يتصل بالخطوط العريضة للاتفاق الذي يتم بحثه في باريس أشارت صحيفة نيورك تايمز إلى هدنة أولى تستمر ثلاثين يوما ويفترض أن توتيح الإفراج عن النساء والمحتجزين الأكبر سنا والمصابين مقابل إطلاق أصرى صراح أصلى فلسطين في السجون الإسرائيلية وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه خلال هذه الفترة يجري الأطراف مفاوضات تتناول تفاصيل مرحلة ثانية يتوقع أن تستمر أيضا ثلاثين يوما سعيا إلى الإفراج عن الرجال والجنود تواصل سلطات المصرية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لدخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث عبرت 47 شاحنا لمنفذ العوجة فيما عادت الشاحنات من معبر كرم أبو سالم بسبب عدم سماح الجانب الإسرائيلي لها بالعبور هذا ووجه صائق الشاحنات الشكر لسلطات المصرية لتسهيل دخول معبر رفح المصرية وأكدين أن المنع والتعنت جاء من الجانب الإسرائيلي دارت معارك عنيفة بين جاش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنه تم تكبيد قوات الاحتلال خسائر في المعدات والأرواح حيث تم استهداف أربع دبابات مركبة بقذيفتي اليسين 105 يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بنسحاب الوئين الرابع والخامس والخمسين من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما هناك أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي تعرض له أحد المواقع على الحدود السورية الأردنية وشددت الخارجية في بيان على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب ونبز كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة سترد على هجوم أصفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين بقاعدة على الحدود السورية الأردنية وأكد بايدن في تجمع انتخابي أن واشنطن ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة ومن جانبه تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون بالرد على من يقف وراء الهجوم في الوقت النفسي قال مسؤول أمريكي أنه يجري تقييم حالة 34 عسكريا على الأقل للاشتباه في إصابات بالدماغ أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونج على اختبار اطلاق صاروخي كروز من غواصة وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن صواريخ كروز حلقت في السماء فوق بحر الشرق لتضرب الجزيرة المستهدفة في المقابل أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق صواريخ كروز بالقربي من المياه المحيطة بمنطقة سامبو في كوريا الشمالية خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام مناظره منتخب الكونغو الديمقراطية بدربات الترجيح بنتيجة 8-7 في دور 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوتيفور وادع منتخب مصر البطولة فيما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الربع النهائي ليواجه منتخب غينيا الذي تأهل بعد تغلبه على منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيفة وقد انتهى الوقت الأصلي لمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 1-1 إذا تقدم منتخب الكونغو بهدف في الدقيقة 37 ثم أدرك منتخب مصر التعادل بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45 سجلها اللاعب مصطفى محمد ختم مجاز التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر